بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية ثالثة نشكر كل من اشترك معنا كل من شخص يعني وضع لايك كل شخص على كل شخص مد رأيه ويجبكم الصحة للكل هذا يعتبر دعم وتفاعل من أجل أن تنتشر وتكبر القناة بحاول الله تعالى لأنه بكل بساطة ندافع عن وطننا اليوم في هذا الفيديو عندي موضوعين الموضوع الأول نتكلم في الشق هذا هو الأول نتكلم عن التبهداء اللي رغم صاريين في القنصولية الجزائرية بالمروك اللي نتمنى يعني تنحوها مثلما كامل لكل حال على ببنى الشيء صعب لأنه الأعرف دبلوما سيلا تسمح ولكن بما أنه يجينا منها غير الشر وش هنديرو بيها صراعا لكن على كل حال نخلو الأمر لأصحاب الاختصاص الموضوع الثاني نتكلم على بعض الملاحظات وكيف يجند الألاف بالملايين من أجل نشر إشاعات مغلوطة في الجزائر اللي في كل مرة لازم نحذروا منها كما لابلكم نبدأ بالموضوع الأول لكن رجاءا دعم الفيديو باللاك واشتراك في القناة يرحمكم الله كما لابلكم أنه الجزائر فرضت الفيزا بمعنى أنه ما سحقوش مروكي في الجزائر ما سحقوا واحد يجي لنا ما سحقوا روحوا لهم وإن شاء الله قرارات أبعد من ذلك كما لابلكم كايين بزاف اللي اتزوجوا وزواجوا مختلط هنا في الجزائر وكايين روحوا بيجي يخدم في الجزائر وكايين روحوا من الجزائر يروح إلى دول أخرى كل واحد دو حالته بما أنه الفيزا الجزائرية تعتبر من أصعب الفيزات في العالم يعني مستحيل لك الفيزا يعني دير دوسي مستحيل تدخل جزائر مستحيل تدخل لأنه بكل بساطة نحن مستهدفين من أقوى حليف للمروك انت جبت لي قاعدة عسكرية حضرتها لي قبل الحدود انتاعي احنا احترازياً حطينا قاعدة عسكرية موضادة للطائرة المستيلة وذا من حقنا فبالتالي ولو يستخدموا الجوازات السفران تاعكم ويدخلوا على اسألهم راركا فبالتالي يعني مدام شفناكم انتم ما تضربوش على روحتيكم ما قلتوش انه هذا شيء عيب رانا ناكل ناكل الخبز في الجزائر رانا مزوجين في الجزائر رانا نداويه في الجزائر مع الزين المكرمين في الجزائر لكنتم لا ما دفحتوش على الجزائر وما حمدوش مينبا ربي على هذه النعمة لعكس وقفتوا مع هذا الكيان وقفتوا مع الدولتكم الظالمة فبالتالي من حقنا انه يعني نحميوا روحتينا ومعدنا حتى علاقة مع الدولة المروك هذا يعني ملاحظة باش نفهمه رح نشوفوا فيديو هنشوفوا فيديو صراحة رقم تشوفوا فيه تباه دايل اللي رغم يديروها في القنصولية نشوفوا الفيديو مع بعض ونعودوا عنكم فيديو مطول اقتصت منه يعني القليل فقط باش تكون الصورة فقط معبرة يعني عطونا الفيزا بسيف واحدا عندي وديدي واحدا عن نخدم واحدا انا كذا وعم ما عدناش ومنا كاللي يبكي كاللي يخرج للعلن قال لك لما كنشوش ناكل وانا اه علاقتي كلها في الجزائر ونخدم من الجزائر لكن انت لما كنت في الجزائر لما احبتش ربي علاقه لما كنت في الجزائر كنت تسفل شو هذا تقول ليش انا وانا خاطيني لو احنا ما ماشي كل واحد نتكلمه باسمه انا بنتكلمه بصفة عامة المشاكل والدعارة المخدرات ما نشعارف كلها رايجي منكم واختمتوها بمين اختمتوها بي يعني احتفالات بالعالم للكين الواهمي لما نحتعرف به قبرتوا الحدود الجزائرية وتحتها في الوزعمة علشو ما اخرجتوش وفنتو هذا الشي بشي فنتو يعني رفضتو هذا الشي لا تفتخروا عايش في الجزائر ودير لايف في الجزائر وتسبل الجزائر هذه يعني معادلة يصعب حلوها احنا عادنا مثل في الجزائر نقولوا عمري الى نعضل قد توكني لكن احنا وكنكم وزوجناكم ودويناكم ورقمت خدمو وبالرغم انقطع الحدود وقطع العلاقة دبلوماسية خليناكم تأكلوا ما فرضناش الفيزا فرضناها على الاوروبيين ما فرضناش عليكم بحكم حسن الجوار لكن ما حبطوش ربي تسبوه في الجزائرين تسبوه في الشهادة ولذلك من واجبنا اننا نقطع كل العلاقات دبلوماسية بما فيها الشعب المروكي على كل حال هذا في الموضوع الاول ولذلك نقولكم والله اندب مننا لصبح ما كاش فيزا موضوع ثاني اللي حبيت يعني ننبه دايما ننوه اليها في فيديوهاتي على انه هناك مخزني واش راو يدير كي معنا بلكم خسر كل قضايا دبلوماسيا وسياسيا يعني في المحافل الدولية ما كاش يعني يخسر كل قضايا فما يقدرش يواجه الشعب انتاعه بهذه الاخفاقات واش ولي يدير ولا يخلص في هاذو الناس لهم سفا عامة تابعين للنظام المخزن يخلصوهم باش يعني يقوموا بنشر اشاعات بنشر اكاذيب على انه واش صلاة الامة المتحدة شي عادي ما كينوالو سبقى الصحراء المغربية والاتحاد الاوروبي والمحكمة التابعة له ما عادي ما كينوالو واحنا راح ندو صالة الغربية وندو جزء من موليطانيا وندو جزء من الجزائر وراح نجيبوا الكيين الوهمي باش نتقسموا معها الجزائر وراح ننضموا الاتحاد الاوروبي اللي ملجيها ما يعترفوش به وملجيها اه اثنان ضموا ليه واحنا ننضموا للخليج ونضموا افريقيا ونقع افريقيا بالعالم المنروكي ونحن اقوى دولة ونحن ونحن وهذا هو الشعارات اللي نوموا بها الشعب المنروكي البسيط ويقول لك لا هذا مصدر رسمي هذا مصدر حكومي ويهدر اه ما يكذبش هذا هو السيستان فبالتالي باش يغطي على فشل تاعه يكذب على الشعب تاعه لكن في نفس الوقت راه يطلق الإشاعة على الجزائر باش يحس روح المنروكي لما يقعب أخبار يقرأ على انه تفوق دبلوماسيا والجزائر خسرت دبلوماسيا مع انه كل القرارات اللي راجعها من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي كلها سببها الجزائر عنا باش تفهموا يعني وش رح صاري وش ما رح صاري ذلك في كل مرة رانا نقول يعني رجاءنا الدعم الدعم نتحكم من هو لازم لازم نفندذ الإشاعة ولازم نبينه الحقيقة ماشي غير في الجزائر بين كل الشعوب لأن ما يحدث في المروقر هو مهزلة وراهم يطولوا على الجزائر ومن واجبنا أن ندعم الجزائر لذلك على الأقل حاجة لتديرها بما أنه أنت تستعمل وقت وصل الاجتماعي على الأقل متمج صوتك متمج دعمك للصفحات المروقية متخلش لي وخلان يخلهم ينبحوا بل دعم ولد بلادك لو يدفع لبلادك وأنت حر على كل حال ببنى خوتنا تلوينا هذا الموضوع وصندوق التعليقات لا أعزكم أي إضافة حطوا هنا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر